قم بتبسيط X للقوة 3 الكل مرفوع للقوة 4 ضرب X تربيع الكل مرفوع للقوة 5 سنستخدم هنا خاصية القوة أو تسمى أحيانا بقاعدة القوة ومضمونها أنه إذا كان لدينا X للقوة A وقمت برفع هذا المقدار للقوة B فهذا يعادل X للقوة A ضرب B ولنفهم سبب النجاح الخاصية دعونا نقوم بتطبيقها على حسنا لا أريد هذه هنا سأقوم بتطبيقها على مثال أبسط لنأخذ X تربيع الكل مرفوع للقوة 3 حسنا في هذه الحالة هذا يعني أن نضرب X تربيع بنفسها 3 مرات هذا ما يعني X تربيع ضرب X تربيع ضرب X تربيع أي نرفع X تربيع للقوة 3 وماذا يعني هذا؟ حسنا لدينا عدة طرق للحل يمكننا أن نقول أننا لدينا الأساس نفسه فنحصل على الناتج عن طريق جمع الأسس بالتالي هذا يساوي دعوني أكتب بنفس اللون الرجواني X للقوة 2 زاد 2 زاد 2 أو X للقوة 3 ضرب 2 هذا هنا يساوي 3 ضرب 2 فيكون الناتج X للقوة 6 قد تسأل لماذا جمعت هذه الأسس؟ حسنا X تربيع يمكن أن نكتبها بصورة X ضرب X ضرب X ضرب X ضرب X ما قمت له هو أنني وضعت كل عبارة لX تربيع وحدها بين قوسين هذا ما يعني X مضروبة بنفسها 6 مرات هذه عبارة عن X للقوة 6 لهذا يمكننا جمع الأسس بهذه الطريقة إذا دعونا نطبق خاصية القوة على هذه العبارة هنا في البداية لدينا X للقوة 3 الكل مرفوع للقوة 4 ما يعني X القوة 3 ضرب 4 أي X للقوة 12 ثم نضربه بX تربيع الكل مرفوع للقوة 5 حسنا سيكون ناتجه X للقوة 2 ضرب 5 أو X للقوة 10 والآن بما أن لدينا نفس الأسس فيمكننا أن نحصل على الحاصل عن طريق جمع الأسس فيساوي X للقوة 12 زائد 10 أي X للقوة 22 انتهينا ترجمة نانسي قنقر